اشتركوا في القناة اعمالنا ما يهدي له فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذه الأمة الأمة المرحومة الأمة التي خلقها الله جل في علا وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة فيا في مقدمة الأمم نحن الآخرون السابقون في الدنيا وفي الآخرة وإنه سيؤول الأمر إلى أن تسود هذه الأمة إلى أن تقود هذه الأمة العالم بأسره وهذا من السنن الكونية هذا أمر محتوم الكلام في توقيته لكنه أمر قد قدره الله جل في علا كونا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين إلى يوم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خزلهم أقول لا بد أن نعلم أن الناس الآن كثير من هذه الأمة أمة الخيرية يأتسون بالغرب وبالشرق وهم في حيرة تامة ولا يأتسون بما هم فيه من انتساب لهذه الأمة المرحومة هذه أمة الخيرية هذه الأمة التي رفعها الله على باقي الأمم وكما قلت ستقول إليها السيادة والقيادة هذا أمر محتوم أمر لا ريب فيه ولعل يعني ألد سائلا يطرح طرحا ويقول أنت الآن تتكلم على خيرات الأمة وعلى ما مضى أما ترى ما نحن فيه أقول نحن نسير سيرا رويدا رويدا أبين لك عز هذه الأمة عزك أنت بانتسابك لهذه الأمة ثم أبين لك في الطرح على ما نحن فيه في هذه الأونات في هذه الزمنات كيف أن الأمة تراجعت إلى الوراء وصارت في ديل الأمم ولم وما الأسباب إذي الطبيب الماهر هو الذي يستطيع أن يشخص المرض فإن شخصه تشخيصا صحيحا عرف كيف يصل إلى العلاج سريعا هذا الذي أتبناه الآن أبين عز الأمة وعز أهل هذه الأمة الذين ينتسبون لأمة الخيرية وأنها أمة مرحومة وأن القيادة والتمكين سيأول حتما إلى هذه الأمة ولمنحن فيه الآن ما العلة ما الحكمة والله جلعا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس لسيام تعجيلا بأن النبي دعا ربه وأن لا تصلت عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم اشترط الله شرطا قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض يعني لا أصلت عليهم عدوا من غيرهم وأنت ترى الآن تعجيلا أيضا بمسألة ما نحن فيه قول النبي الأمين قال يوشك أن تتداع عليكم الأمم كما تتداع الأكلة على قصعتها قالوا من قلة نحن يا رسول الله قال لا إنكم اليوم كثير ونحن أكثر ما نكون قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيء ولكنكم غثاء كغثاء السيء وإن تتع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون الكسرة المزمومة والقلة الممدوحة هذا سنبين إن شاء الله لما تعرض للعطب الذي جعلنا في ذلك الأمم قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيء وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْ سُدُورِ أَعْدَائِكُمْ هذا ما نحن فيه وَلَا يَضَعَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنِ قالوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَا الْوَهَنِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا أَكَرَهِيَةِ الْمَوتِ هذا عطب أصيل في أمتنا لابد من إزالته كيف هو؟ كيف إزالته؟ هذا سيأتي بعد بيان إطباق الكلام على عز هذه الأمة على خيرية هذه الأمة لتعتز لا تعتز بالغرب ولا بالشرق أنت في أمة عزيزة أنت تأتي حتى الوسط الذين حاولوا الالتزام بالكتاب والسنة لهم شموخ ولهم عزة معينة حتى مع الزلات والسقطات والهنات يرى نفسهم عندما يتكلم يتكلم بعز الإسلام لا سيما مع يعني من يراه من غير هذه الأمة ترى فيه شموخا يعلم بعز هذه الأمة وإن كان فيه العطب لأنه لا يخلم رؤ من معصية وهذه السنة الكونية كتب على ابن آدم حظه من الزنة مدرك ذلك لا محالة قال النبي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر فيغفر لهم فالشموخ والعزة بالانتساب لهذه الأمة لا سيما بالعض بالنواجز على سبب عز الأمة كتاب الله جل هو كتاب الله جل في علا فيه الشرف في التمكين فيه العز فيه بيان ثواب هؤلاء الذين باعوا أنفسهم أيضا حقا لله جل في علا فما زلنا مع الخيرية ثم نرى ما نحن فيه في هذا الزمان فنشخص المرض ونرى كيف العلاج مع من نأتسي به لا نأتسي غربا ولا شرقا لكن هناك أسوة قد أمرنا الله وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نأتسي بها فيها العز وفيها الرفعة وفيها أننا لو سرنا سيرهم ولو انتهجنا نهجهم سنصل كما نسير على ضربهم سنصل إلى ما وصلوا إليه وما وصلوا إليه نشروا الدين في ربوع الأرض مشارقها وما غاربها وملكوا الدنيا بأسرها في مدة وديزة من عمر الزمن توقفنا في الحلقة الماضية في الكلام على عز هذه الأمة على خيرية هذه الأمة أن من الخيرية أن الله اختار لها شرعة هي أعظم الشرائح وجعل الله شريعتنا بأنها ناسخة لجميع الشرائح بل خذ ما هو أهم من ذلك حتى لا تذهب يمينا ويسارا فينطلع عليك قول الجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون في أمور أصول الدين إن الله قرر أن من لم يؤمن بالشريعة دعا الآن مئلمان بالنبي هذا أمر مفروغ منه من لم يؤمن بشريعة الإسلام فهو كيف؟ وهذا جاء في الصحيحين الأمة بأسرها تلقت الصحيحين بالقبول البخاري ومسلم واتفق المحدثون على أن أعلى درجات الصحة الحديث المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال والذي نفسي بيده هنا القسم من غير أن يستقسم والقسم المبتدأ على أمر جلل على أمر عظيم طيب ما هو الأمر العظيم؟ انتبه ارأى سمعك ما سيأتي والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة أمة الدعوة والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به ما قال يؤمن به هذا أمر أمر مفروغ منه لا أن يقول قائل وهو لا يعلم بما يقول والأمر جلل خطير عليه أنا أدعوه والله استغفر ربك وارجع إلى دائرة الإسلام بهذه الطريقة أن يقول لو لم تؤمن بمحمد فأنت مؤمن كتب الله على الأنبياء اتباع محمد والإمام به فكيف نجر أن نقول أن الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون اختيارا لا إجبارا الله يقول عن الأنبياء جميعا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتابه وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرن قالوا أقرارنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فالإيمان أصالة لا يكتمل إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بل الكفر بنبيه نواحد كفر بجميع الأنبياء شوف نوح عليه السلام قوم نوح كم نبي أسأل المشاهدين كم نبي أتى لقوم نوح إجابتهم جميعا متفقة أعلم بذلك أستشعرها بأن ما أتهم إلا نوح طيب ماذا قال الله جل في علاء على الذين كذبوا نوح قال كذبت قوم نوح المرسلين ما قالها رسولا واحدا كذبت قوم نوح المرسلين جميع المرسلين الكفر بنبيه نواحد كفر بجميع الأنبياء لكن أقول النبي يقول لأن هذا أمر مفروغ منه أمر مجمع عليه ما أدري من خالف ذلك من أين أتى بما قال ما أدري سبحان الله أصل الإيمان محبة الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم فهو النبي يقول والذي والذي نفسي بيده ما يسمع بي من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي جئت به الشريعة الغراء وهذه الشريعة قد اختارها الله جل في علاء لهذه الأمة أعز بها هذه الأمة وهذه رمز العزة ووجه العزة لهذه الأمة عندنا أمران نتكلم فيهما اليوم على خيرية هذه الأمة زينة الأمة لعلماء ونعلم كيف كيف هضم حق العلماء في هذه الأمة وكيف تجروا الناس على سبب النجاة لذلك لما يختفي سبب النجاة يأتي الهلاك والطماط والبلايا والرزايا الله جعل يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب لا يشترط في الولي أن يكون كامل الأوصاف طاعة أو يمحد الطاعة دون معصية دون زلل هذا غير وارد ليس ملكا ما في الأرض أحد يمشي ملك لا بشر 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 لكنهم إذا أساءوا وتعدوا وتجاوزوا يلهمهم الله الاستغفار لا يسقطهم من منزلتهم هذا سنبينه إن شاء الله عندما نتكلم عن هذه الفقرة المهمة في حياة الأمة لأننا نرى أن الناس تجرأوا كثيرا على علماء الأمة وضيعوا صمام الأمان وأهلكوا أنفسهم ولا يدرون ولا يعلمون وما أدري كيف جاءتهم الجرأة على لحوم العلماء ولحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقسين معلومة هم ورث الأنبياء وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الفقرة التالية لكن هذه الفقرة نعلم هاتان الفقرتان متلازمتان لأن الكلام على الشريعة من الذي عنده علم بالشريعة من الذي أتقن الشريعة من الذي سيوصل الناس إلى التحاكم إلى الشريعة من الذي سيقرب للناس أحكام الشريعة زينة الأمة نجوم الأمة أقمر وشموس الأمة قال العلماء فالله أعز هذه الأمة وجعل من خير من خير من خير هذه الأمة أو من بيان خيرها هذه الشريعة الغراء شريعة واسعة كل شيء ما تركت شاذة ولا فاذة ولا شردة ولا وردة إلا أتت بها فقيمة الشريعة لهذه الأمة تظهر في أمرين أجل لكم هذين الأمرين جلاء وبيان واضحا لائحا أولهما سعة الشريعة ما تركت شريدة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها هذه الشريعة واسعة كل النوازل والمستحدثات وآتت بالأحكام إجمالا وتفصيلا ولم تترك شيئا إلا أتت به ولذلك قال الإمام الشفعي وأعيد على ما قال الإمام الشفعي أيضا قال قال ما من نازلة إلا وفي كتاب لا يحلها علمها من علمها وجاهلها من من جاهلها والله جل فعلا بيّن أن كل شيء حوته هذه الشريعة الغراء التي قد شرعها الله لأمتنا ورفع ورفع به هذه الأمة هذه الشريعة لا تتركك تنظر يمينا ولا يسارا لا تحتاج لأي شرع سبق ولا لأي كتاب سبق هذه قد أتت بكل شيء حتى النوازل حتى المستحدثات حتى النوازل حتى المستحدثات يقول النبي الأمين الحلل بيّن في هذه الشريعة والحرام بيّن في هذه الشريعة أيضا وبينهما أمور مشتبهات أمور خفية دقيقة إما تكون نصا ولن تكون نصا لأن النص قال حلال بيّن حرام بيّن أو تكون مجملة تحتاج لبيّن نعم قد وهذا يعلمه بعض العلماء وقد تكون خفية نظراً للإلحاق كما سنبين على مدارك الأحكام هذه والله ليست قصص وليست ليست قصصاً وليست للتسلية هذا للعلم والتأصيل لتعلم أنك في أمة تنطهد بك إلى المعالي وإنها وإنها ستنطهد بالعالم بأسره إلى المعالي لا تكون غراً تسرع إلى حضارات زائلة أو زائفة وأصلها أيضاً من عندنا من تعليمنا من علمنا أي تقدم تجده طباً تجده تكنولوجيا تجد كل هذه الحضارات المتقدمة أسها وأساسها هنا في هذه الشريعة الغراء بعلمائنا والتاريخ يسطر ذلك ويظهر إذا نرجع لعزك اعلم أن أمتك هي الأمة التي تتقدم الأمم وستتقدم حتماً لا محلة لا محلة هذا أمر من الوحي فلا تغير فيه ولا تبديل الغرض المقصود فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلل بين الحرم بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إذن يعلمهن قليل من الناس وهم زينة الأمة العلماء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه هؤلاء خاصة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث الأنبياء فهم يغوصون للمعاني ويأتون بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا يقيسون الحاق النظير بالنظير الحاق النظير بالنظير من مدارك الأحكام على اتفاق بين أهل الأصول القياس مع تمكين العلة هذا سيأتي إن شاء الله إذن هذه الشريعة الغراء واسعة كل شيء كل شيء نعم كل شيء إذن هي صالحة لكل زمان ومكان نعم صالحة لكل زمان ومكان فيها المرونة وفيها الإتقان وفيها الاجتهاد نعم لا إيقاف للاجتهاد إذن لا نحتاج لأحد يقول لنا أن هذا لابد من مرونة الشريعة مرونة الشريعة موجود هذه الشريعة الغراء ومقاصد الشريعة حاوت كل شيء حاوت كل شيء انظر إليها في التأصيل أحكاما أحكاما حدودا داباً ما تركت شيئاً إلا أتت عليه لو أردنا أن نتكلم على خيرية هذه الأمة في سعة الأحكام وعلى التشريع الذي جاء من ربنا الرحمن بأنه يسع كل شيء هذه الشريع الغراء جاءت أحكاماً تقصيرية يعني لو أخذنا مثلاً في هذا الباب نقول أصل الله جل في علاه لنا حكماً في كتابه بيّن أن الجاهلية كانوا يشربون الخمر أنهاراً ثم درجت تحريم سنة التدريج هذه سنة لها حكم عظيمة لكن الآن قد انتهت ما في سنة التدريجية هنا لا يقل له اشرب الخمر الآن وبعد ذلك نقول لك أن في الخمر منافع وأن أغلب المضار فغلب المضار على المنافع لا الآن نقول لك الخمر حرام كانت سنة التدريجية أنهم كانوا اعتادوا على ذلك لكن هنا استقرت الأحكام الآن فلا تكون سنة التدريجية قد نقول بالتدريج في أمور أخرى نبينه إن شاء الله عندما نأتي إليها في مقاصد الشريعة النظر المقاصدية سعة الشريعة في ذلك فهنا الآن أكانوا يشربون الخمر أنهاراً وبعد ذلك عرض الله بالخمر يسألونك عن الخمر وما يسير يقول فيهما اسم كبير وما نفع للناس حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة قال إني أرى أن الله يعرض بالخمر يبقى من كان عنده شيء من الخمر يبيعه حتى لا يضيع هذا المال على نفسه وقد ضيع أبو طالح جاءه بخمر كثير لأيتام ما أمره حتى أن يقربها خلاً لأنه لا يجوز تتنجس عند جميل أهل العلم في هذا الباب فلا يجوز استعمالها الغرض المقصود تأصير الحكم في الكتاب أنا أمشي معك لترى منونة هذه الشريعة تأصير الحكم في الكتاب الخمر حرام إنما الخمر والمسير والأنصاب والأسلام رجسم من عمل الشيطان فاجي تنبوه أمر جزمه الآن فاجي تنبوه حرام عليكم الخبر لعنى في الخمر عشر إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسي وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شوف انظر إلى سرعة الانقياد في الصحابة اقتسي بهؤلاء هذا الذي أريده هذا الجيل الفريد حقاً عندما سمع قال الله جل في علاه فهل أنتم منتهون طبعاً هذا الاستفهام كان هو خبر يراد به الإنشاء يعني انتهوا لكنهما جاء عن طريق السؤال ليكشف علامات الإيمان في قلب المؤمن الذي وحد ربه الرحمن فهل أنتم منتهون يقول أنس يصف الكؤوس كانت تدور على الرؤوس فلما أنزل الله الآيات فقرأ عليهم القارئ الآيات وقال فهل أنتم منتهون ألقوا الكؤوس اللهم اجعل أنفسنا طيعة لك منقادة لك مستسلمة لك اللهم أمين يا رب العامين اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات اللهم إنا نتجاوز ونتعد وأنت أرحم الراحمين عامة إن حدث التجاوز والتعدي فمن بشرية الإنسان لكنه سريعاً ما يرجع ويعلم أنه في مهمة عظيمة في هذه الدنيا الدنيا التي لا تسوي شيء الزائلة السريعة الزوال فلابد أن يؤدي مهمته في هذه الدنيا ليصل إلى ربه سالماً اللهم ابعثنا سالمين يا رب العالمين على كرامة بين يديك وأنت أرحم الراحمين فأنزل فقال فهل أنتم منتهون علامات الإيمان سرعة الانتهاء فألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا إذن الخمر تأصيلاً في كتاب الله حرام الخمر حرام لماذا أنا تكلمت عن هذا الحكم لأني تعجبت أنه أتاني سؤال أعجب من العجب قالوا لي هناك من يقول الحشيش حلال فدققت النظر وسألت كثيراً من هذا الذي يقول بثاري حشيش حلال يعني هو قال الحشيش الجزء منه القليل منه الذي لا يذهب بالعقل فهو حلال بيقيت صبعاً على قول على قول بعض الأحناف الذين قالوا بأن النبيز النبيز يستروح به المر ما دام لا يصل إلى حد السكر لأن عنده الخمر فقط من العنب طبعاً هذا خطأ مبين لستم مجال التفصيل الفقهي فيه لكن هذا خطأ مبين يعني عفوا لو لم يصدر عن بعض الفقهاء لتعجبنا جداً أن أحد يقول بهذا القول لكن يأتي في الزمان يجتهد اجتهد معوج هذا اسمه اجتهد بعين عوراء ويقول أقول مثل ما قالت الأحناف بأن النبيز إن كان قليلاً لا يذكر يحل يبقى الحشيش إن كان قليلاً لا يذكر يحل وأي قياس إن هذا وكيف المصادمة للشريعة فانظر إلى الشريعة يعني الشريعة تكلمت عن الحشيش نعم تكلمت عن الحشيش أنت متأكد يا أستاذ أقوله نعم الشريعة لم تترك شيئاً طيب يا أستاذ الحشيش لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هنا تأتي عز هذه الأمة وخيرية هذه الأمة ومرونة الشريعة وفقر الأمة إلى وجود الفقه المدقق قد يكون من يحمل العلم كثير العلماء كثر يحملون العلم يعني نظر الله امرأة سمع مقالة فوعاء فأدها كما سمعها رب حام الفقه إلى من هو أفقى منه لكن أقولها كما قال بعض علمائنا المعاصرين من المجددين رحمة الله عليه جعل الله مع النبينا والصديقين والشهداء والصالحين قال العلماء كثر أين العالم الفقير إذن السؤال ما زال مطروحا أو ذكرت الشريعة الحشيش وهو في المتأخرين نعم ذكرته جلي لنا بين لنا كن صديقا فيما زعمت حتى نعلم أن خيرية الأمة حقا بشريعتها الغرار أقول الآن الحشيش ماذا يعمل في العقل حتى بالأطبة بالواقع سأل الناس جميعا أنا سألت الناس جميعا في هذا الباب فقد قد 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 يذهب العقل سريعا لمن لا يعتاد شرب هذا الله ما منع شباب الأمة من ذلك يا رب الله ما منعنا منع شباب الأمة من ذلك قد يعتاده لكنه في آخر أمره سيذهب بعقله إذن إذن الحشيش يذهب بالعقل بنشوة الرجل يشرب هذا ويرى نفسه في السحاب يرى نفسه فوق الناس يرى نفسه يريد أشياء يحبها يشتهيها في هذا الباب تؤثر عليه تأثيرا إيجابيا عنده ولكن هو بالسلب أقرب فإذن هو ينزل منزلة الخمر فالحشيش صار خمرا إذن الشريعة أتت به وقد قال الله جلال فعلا فهل أنتم منتهون فيحرم فقال أنت الآن جعلت الحشيش كالخمر قلت اسبر بل هو خمر قال كيف قلت الحشيش نفسه حرام دع الخمر الآن من أين أتيت بهذا أقول الشريعة ما تركت هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر شوف انظر هذا ودقق النظر لا يعلمهن كثير من الناس وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف كل ذلك يا جروني إلى الكلام على هذه الفقرة العظيمة زينة الأمة العلماء الأمة لها أن تفتخر بعلمائها وأمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت كم خسر من يعاند من يذهب إلى إسقاط العلماء كم خسر عند ربه والله هو صد عن سبيل الله هو محارب لله وزر رسوله ومعادل وسيرى عدوته إلى أين تأول حتى ولو كان يعني صبغ نفسه بصبغة أهل العلم والله عدوته ستأول إلى خسارته إلى بوار إلى عار وشنار وفي الأخير النار من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب الغرض المقصود انظر لذقة النظر عند الفقاء قال النبي العدنان هذا فيه مسلم كل مسكر خمر ليه قال كل ليه قال أنه خمر يبقى مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبيذ النبيذ إذا كان ماء شعير إذا كان بيرة إذا كان كونياك كل مسكر يبقى الوصف هنا المنطبق يبينه النبي العدنان إذا أذكر إذا ذهب بالعقل بنشوة صار خمرا سماه الشرخة يبقى سماه النبي سماه خمرا بوحي من السماء يبقى الحشيش اسمه إيه خمرا نعم لما؟ لأن الحشيش يذهب بالعقل بنشوة يعني يذكر قل لي على نص الحديث حتى نصل إليه نعم بالمقدمات الحشيش يذكر إن كان يذكر فإنه خمرا من أين أتيت بهذا؟ قلت من كلام النبي تصدقه تتبعه تنقاد له علمت أن الشريعة لا تترك شيئا إلا أتت به قال النبي العدنان كما في ساحة مصلم عن ابن عباس قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام شوف الجمع عليك كل نص في العموم يبقى أي صنف من الأسواق ولذلك شوف النبي ماذا يقول في آخر الزمان على ما يحدث قال يأتي زمان على أمتي يشربون الخمرا يسمونها بغير اسمها مشروبات روحية لا يقول تسكن وتذهب بالعقل مشروبات روحية أي روح روح الشياطين نعم ممكن تكون روح الشياطين الغرض المقصود بأنه سمها خمرا سم كل ما يذهب بالعقل خمرا خمرا فكل ما يذهب بالعقل بنشوة فهو خم فإن كان خم فهو حرام فأن لهذا القائل يقول الحشيش حلال إذن ماله حلال التجارة فيه حلال هذا ظلم مبين هذا ضياء للأمة هذا هدم للأسر ولا يجوز بحلم الأحوال أن يتصدر من لا يعلم وأيضا حديث في السنن وبسند صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام يعني هنا الآن يقول النبي إن كان القليل الذي لا يسكر لو شرب كثيرا يسكر يبقى القليل هو الكثير من أمرين الوجهة الفقهية فيها أن الوسائل لا أحكام المقاصد وأن القليل زريعة إلى الكثير يبقى إذن إن كان قليلا فيسكر فإن كان قليلا إن وصل إلى الكثير يسكر إذن فقليل يسكر يبقى القليل خمر ما أسكر كثيره فقليله حرام لأن بالقليل يصل بالمر إلى الكثير ومن باب الزراع والوسائل ولذلك جاء أصل أصيل عند الملكية والحنابلة وهو مطبق عند الشافعية الذين لا يقولون به تأصيلا ولكن ترى كثير في الأحكام الفقهية يتكلمون عن سد الزرائع والأحناف ففي التطبيق الأئمة الأربعة اتفقوا على حسم المادة وسد الزريعة ولذلك يصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم حسم المادة وسد الزريعة القليل وسيلة إلى الكثير يبقى إذن نقول القليل حرام اغلق الباب اغلق الباب يبقى ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا بكلام النبيل عدنان وهذا بالوحي فكيف تقول لو كان الحشيش قليلا إذا شرب يجوز طب إذا أكثر منه يا عم الشيخ يا أستاذ يا كريم يا من تعلم الناس قال لا إذا أكثر منه يسكر وإن يسكر حرام طيب ما هو القليل هو الذي يصل به إلى الكثير صارت ذريعة ووسيلة إليه حسم المادة وسد الباب يا أستاذ وهذه أصول من أصول شرعنا جاء به كلام النبيل عدنان صلى الله عليه وسلم لمحرم النظر والكلمة تصل إلى النهاية اللهم اغفر لنا يا رب العالمين فالغرض المقصود هذه سعة الشريعة أعز الله هذه الأمة وخيرية هذه الأمة منوط بهذه الشريعة الغراء التي رفع الله الأمة بها من هذا أيضا ترى أنه لم يقف الأمر على الأحكام قلنا حدودا كل الأحكام أيضا تكلم على مسألة المعاملات والعقود والنكاح والأداب والحدود ما تركت شيئا نأخذ نتفن لتعلم هذه الشريعة الغراء تعتز بها وأنك لا تتحكم قط إلا لهذه الشريعة الغراء العدل فيها والخير فيها والثواب بها والنجاة عند التمسك بها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه في المعاملات أغلب ما تراه من المشاحنات والإحن نتاجها أو هي أصارة النتاج هذه المعاملات الجهل الجميع أو سط ملتزمة غير ملتزمة الجميع لا يعملون بهذه الشريعة متوق الشريعة كل يذهب بنفس رحبة وسعادة أنه اشترك مع فلان وفلان وتاجروا معا ويبدأ التجارة بدون روية بدون علم بدون أن يرجع للشريعة والشريعة ما تركت شيئا حديث أو قديم يعني المدربة أو هنا على ما يقولون البيع أو الإجارة المنتهية بالتمليك عقود المركبة العقود المصرفية كل هذا الشريعة حواته حواته الشريعة حواته ائتوني بأي معاملة وأبين لكم أنها تحت مظلة الشريعة لم تخرج عنها قط ولذلك حتى البنوك التي تدعي بأنها بنوك إسلامية أخذت ضوابط وأصول شرعية إسلامية من المذاهب ولفقوا تلفيق وخرجوا عن الضابط الأصلي الكل للشريعة فتساو مع البنوك الربوي ده الحق ده الحق ومن عنده اعتراضات يأتي بها علميا نبين ذلك فالشريعة لم تطرب أي عقد من العقود إلا أتت به لو دربنا مثلا بذلك في مسائل التجارات العامة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التجارة عن تراضي لابد من تراضي الإكراه لا يصح فيه التجارة إنما البيع عن تراض وحرم ما يكون فيه وسيلة إلى النزاع إلى فساد ذات البين فساد الذات البيني الحليقة من العقود بالذات لا يباع أحدكم على باية أخي ولا يخطب على خطبة أخي وأيضا في العقود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ونهى عن ربح ما لم يضمن ولذلك ابن عباس لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى فلا يبيعه حتى يقبضه في رواية قال حتى ينقله ورتقى بسعيد في الصحيح حتى يعني يتم الملك حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه ولذلك ابن عمر ابتاع زايدان اشترى زايدان بعدما اشترى جاء رجل أربحوا فيه درهمين أو أكثر فقال ابن عمر بعت فوجد أحدهم يضرب على كتفه فنظر خلفه فوجد زايد بن سابت رضي الله عنه أرضاه فقال يا ابن عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا قال كيف قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله في رواية حتى يحوزه لتمام الملك النقلة هنا لتمام الملك لأنه لو كان في مكانه وتلف الضمان على الباع الضمان ليس على المشتري فسيدخل في النهي الذي قال فيه النبي نهى عن ربح ما لم يضمن لذلك شركات التأمين كل ذلك هذه عقود بأسرها تحتاج إلى إظهار إلى إظهار وبيان وجلاء لصحتها من من يعني العطف فيها أكثر العقود تحتاج إلى ضغاب الشرعية حتى تصح لأن هذا حل المال إن أردت أن تكون مستجاب الدعوة فإيش فليكن ملبسك على الحل مطعمك على الحل كن كن على معاملة الحل الجسد الذي ينبت من السحطي النار أولى به الشريعة ما تركت حتى العقود التي قال فيها رب العباد وأحل الله البيع إذ الأصل في العقود الحل ما تركت شيئا إلا بيانته فنهى عن هذا البيع نهى عن ربح ما لم يضمن نهى عن بيع ما لم يملك لا يأتيك الرجل يشتري منك سلعة هي مش عندك وتقول له بألف خذ عربون وتأخذ العربون والسلعة ليست عندك ثم تذهب تشتري وتبيع له العربون هذا تعاقد انتهى أنت بعت ما لم تملك الآن وقعت في الحرام ولا يجوز أغلب الشركات تفعل ذلك فلابد أن نفهم أن الشريعة الغراء واسعة كل هذا أنا كان يعني أنت بني شعور أن أنتهي سريعا من مسألة خيرية الأمة في سعة الشريعة وأدخل على زينة الأمة العلماء لكن ماذا أفعل لابد أبقى حتى مع سعة الشريعة لتعلم أنت أنك عزيز بهذه الشريعة ولا تقبل قط قط أن تنظر اليمين أو يسار أو تتحاكم اليمين ويسار شريعتك الغراء الله أعزك بها أما ترى لأن عمر بن الخطاب دخل عليه النبي من عمر وما أدراكم مع عمر عمر بن الخطاب معه صحيفة من التوراة دخل عليه النبي فوارد في يدي الصحيفة يقرأ يطلع معناه ملهم فقال له نفس المغضبا مغضبا قال له أمتهوكون فيها ابن الخطاب أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني كل نبي لا يقبل عند ربه إلا أن يأتي خلف محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي خلف النبي العدنان النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني هذه شريعتك التي تحتز بها شوف ما تركت شيئا ما تركت شيئا من البيوع من المعاملات إلا أتت إلا أتت بها كسبم كاستطناع كمضاربة كشركات ما أتت ما تركت شيئا إلا إلا أتت به أيضا من باب الأداب حتى أصل إلى النهاية من باب الأداب ما تركت أدبا إلا أدبتك به الشريعة حوت أداب الطعام أداب الشراب أداب اللباس أداب النوم أداب الجماع بل قل أداب الموت أداب الموت نعم للموت أداب نعم لا يموتن أحدكم إلا ويحسن ظن برب ألا استهادي الأداب أن يختم لك بخير وإذا أحب الله عبدا عسله قال وما عسله يا رسول الله قال وفقه لعمل صالح فختم له به من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لما اختم لنا بها يا رب العالمين إذن الأداب شريعتنا الغراء حوته حوت الأداب لو بدأنا بأداب أداب أداب الطعام نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شريدة ولا وريدة في الطعام إلا أتى بها أدبنا بها أداب عظيمة جليلة شريعتنا الغراء تهذب منا تجعلنا أرفع الناس تعلمنا خلقا نبيلا نرتقي إلى المعال به وأيضا صاحب الهمم الراقية يرتقي عند رب السماوات العلا والله يحب معالي الأمور يكره سفسفها فمن الأداب قال النبي صلى الله عليه وسلم في أداب الطعام يا غلام سمي الله أدبنا الأداب الأول أن تسمي الله لأنك تأكل من رزق الله فعليك وهذه التسمية بعدما تمنع الشيطان أن يأكل معك وتجعل البركة في طعامك تذكرك ربك الذي خلقك هو الذي أنعم عليك به فكن شاكرا واعلم أن الشكر عبادة وهي من أجل العبادات فالأولى تذكرك بآخرية الأمر في عبادة جليلة بحمد وشكر النعمة حتى تزبت النعمة وتزداد من مننا يسمي في أول الطعام أو النسية في وسط الطعام بسم الله في أوله وأخره أو في آخر الطعام يا أحمد الله أدب جم جاء به الشر يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا أدب الراقي أنا أجلس مع مجموعة وهناك الطعام يعني أخذ من أمامي ومين ويسار وأمامي الحضور يشمأ الزنا من ذلك ويستفزهم ما تفعل ويكون هنا فساد ذات البين وطبعا هذه المسألة تؤدي إلى 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 نزاع عظيم ولذلك النبي نهى عن أن تقرن بين طمرتين وهذا سنبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة المهم أننا نقف هنا شريعتنا الغراء عز لنا خيرية هذه الأمة تظهر في أن الشريعة استوعبت كل شيء وقفنا معها في أداب الطعام يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك لا لا تذهب إلى جميع الصحفة للبركة وللأدب إلا إذا تنوعت الأطعمة وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقة القادمة أسأل الله الكريم أن يجعلها إخلاصا لوجهه الكريم الله ما جعل أعملنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغصرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته